بسم الله الرحمن الرحيم وكلام الحسن والفعل الحسن لأن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك ويحب الأخلاق حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في هذه الحلقات ستكون في الأخلاق وكيف تكون الأخلاق بعون الله تبارك وتعالى إن من أجمل وأفضل ما وصف الله سبحانه وتعالى به نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن قال له وإنك لعلى خلق عظيم نعم محمد صلى الله عليه وسلم نبي الأمة سيد الأولين والآخرين هو أحسن الناس خلقاً أدبه ربه سبحانه وتعالى فأحسن تأديبه لذلك كان علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن نعتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه سيد ذو الأخلاق عليه الصلاة والسلام ليست هناك أخلاق أفضل من خلق النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى يقول له فاستقم كما أمرت فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بأخلاق من عند نفسه بل بما أمره الله جل وعلا وبما شرعه الله سبحانه وتعالى لذلك يا أخواني من أراد أن يكون صاحب خلق فعليه أن يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هديه وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى كرم صاحب الأخلاق يقول عليه الصلاة والسلام أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أحاسنكم أخلاقا لا قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة ولا كثير صيام ولا غير ذلك لا إذا أردت أن تقترب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا أردت أن تكون جوار النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا أردت أن تكون ناظرا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل حين فعليك بحسن الخلق النبي صلى الله عليه وسلم يحب صاحب الأخلاق ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم وفي رواية درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر أينا ذلك الرجل من الذي يستطيع من الرجال ومن النساء أن يصوم الدهر كله كل يوم هو صائم كل ليلة هو قائم لا يستطيعه أحد ما يمكن لأحد أن يفعل هذا الفعل لذلك كان علينا أن نقتصر الوضع ونعلم ماذا يحبه الله سبحانه وتعالى وماذا يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نقتدي به الأخلاق 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 فإنها زينة المؤمن ورضا للرب سبحانه وتعالى ورفعه للدرجات الأخلاق عظيمة وعبادة جليلة أمر الله سبحانه وتعالى بها عباده الصالحين وقال وقولوا للناس حسنى نعم قولوا للناس حسنى وبالوالدين إحسانا هناك من الناس أقرب الناس إليك يحتاجون هذا الإحسان إليهم بالقول وبالفعل فالوالدان هم أقرب الناس إلى الإنسان وكذلك الإحسان إليهم بالقول الجيران والزمل والزوجة والأولاد والجيران وغير ذلك فهؤلاء كلهم يحتاجون إلى حسن الخلق وإذا كان المسلمون بحمد الله تبارك وتعالى في مقام عال من الأخلاق فإن المجتمع يصبح متكاتفا متآلفا متماسكا لماذا؟ لأن هذا يحب هذا وهذا يحب هذا لأن الأخلاق الحسنة إحسان إلى الناس أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان ما أجمل أن تحسن إلى الناس برفضك لا بشيء آخر إنك لن تستطيع أن تسعى الناس بمالك أبدا كما قال عليه الصلاة والسلام فالإنسان مهما أوتي من مال لن يستطيع أن يسعى كل الناس بأمواله ولكن يسعه بخلقه الأخلاق هي السجية هي الطبع لا بد أن تتعود عليها وتستقيم فالذي يريد الحلم لا بد أن يتحلم أي يتعلم الحلم ومن يتصبر يصبره الله ومن يتحلم يكون حليما وهكذا فلذلك هذه الأخلاق التي تتعامل بها مع هذا وهذا وذاك وذاك فيشهد لك الكل بأنك صاحب خلق الخلق لا يكون في موقف واحد أبدا الخلق في كل الأحوال الخلق في كل الأزمان الخلق في كل الأماكن كن متخلقا بالخلق الحسن ومتزينا بهذه الآداب الحسنة وممتثلا لأمر الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنة في كل وقت وفي كل زمن تكون صاحب خلق أما من يريد أن يكون صاحب خلق بموقف أو موقفين فإن الناس ينسون ذلك لكن إذا زاد في هذا الإحسان وزاد في هذا الخلق وتآمل في أخلاق النبي أو بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سينطبع عند الناس في نفوسهم أن فلانا صاحب خلق وأما إذا كان سيء الخلق فلن تنفعه العبادة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى قيل يا رسول الله إن فلانة تصلي الليل وتقوم الليل وتفعل وتفعل أعمل الخيرات وتؤذي جيرانها فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار الخلق الحسن هو الذي يوجيك يوم القيامة بعد توحيد الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحث أصحابه على الأخلاق فلذلك كان عندنا أمثلة كثيرة أمثلة كثيرة بحمد الله تبارك وتعالى من الأخلاق إن جاءت لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عن الجميع فإن هؤلاء قد تمثلوا بهذه الأخلاق ودرس الناس أخلاقهم كانوا مدارس في الخلق أي خلق؟ الخلق الذي تألموه في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم علمهم كيف يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى علمهم كيف يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كيف يكونوا أصحاب أخلاق فلذلك نحن نمتثل أخلاقهم ادرسوا سيرة الصحابة وادرسوا سيرة السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فإنهم كانوا مدارس في الأخلاق نعم كل واحد مدرسة في الخلق لكن هؤلاء كلهم يخرجون من بوتقة واحدة هي مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم تألم فليس المرء يولد عالما وليس أخو جهل كمن هو جاهل فلذلك لا بد علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما يحاسبنا على الكلام ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هذا اللسان إذا قلنا للناس حسنا فكان لنا الأجر الحسن وإذا قلنا غير ذلك أسأل الله الآفية فإن السيئات تتراكب علينا حتى يصبح الإنسان من أهل النار نسأل الله الآفية ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بمن تكلم قال فكلتك أمك يا معاذ أي فقدتك أمك يا معاذ فهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم لا إله إلا الله هذا اللسان الذي قد يتكلم بكلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى قد يبقه هذا اللسان فيهلكه فيدخل النار بسبب كلمة نعم كلمة واحدة قد تخرج من صخط الله يكبه الله في النار سبعين خريفا وكلمة واحدة لا يبلغ عند الإنسان أنها تبلغ مبلغا عظيما فيرفعه الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الكلمة أضعاف أضعاف ما كان يتصور لذلك نراعي الله ونراعي مقام الله سبحانه وتعالى ونعرف أن الله سبحانه وتعالى يحاسبنا يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يرزقنا الأخلاق الحسنة وأن يجعل ألسنتنا طائعة لربنا سبحانه وتعالى وصلى الله على نبينا محمد اشتركوا في القناة